أساس الحياة حياة القلوب حياة القلوب تنير الدروب حياة القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرائع بروعتكم أيها الأحبة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن ماجة وصحاحه الألباني من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس من أمتي وهذا الحديث فيه تحذير خطير ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كالجبال كجبال اتهامة بيضاء يعني في أعمال صالحة قال فيجعلها الله هباء منثورة قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله قال يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله هنا الخلل هنا الخطر إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إنها أيها الأحبة غياب الضمير إذا غاب الضمير فسد المجتمع إذا غاب الضمير فسدت الأخلاق إذا غاب الضمير فسد الأولاد وفسد المجتمع وفسدت كثير من معائش الناس إذا غاب الضمير حدثت الكوارث وضاعت كثير من الحقوق إذا غاب الضمير ظهر الفساد في البر والبحر إذا غاب الضمير طغى الشر على الخير إذا غاب الضمير تجد الإنسان ميت الإحساس ميت الشعور لا يبالي بأمته ولا يبالي بدينه ولا يبالي بأي شيء ولهذا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا هنا من غياب الضمير اليوم الأمة بحاجة إلى الضمير الحي الذي يجعل المسلم دائما يقض يؤدي حقوقه يؤدي واجباته يؤدي ما أمر الله به تبارك وتعالى رب العالمين ركز في القرآن الكريم على إحياء الضمير أكثر من التركيز على الأوامر والنواهي لأنه إذا وجد الضمير الحي لم تكن الأوامر والنواهي إلا معينة فقط لكن إذا غاب الضمير لا تؤثر الأوامر ولا النواهي ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم غرس فيه من النبي صلى الله عليه وسلم الضمير الحي الضمير الذي جعل المسلم يستشعر الواجب ويستشعر ما عليه دائما في كل صغيرة وكبيرة قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الله أكبر آيات كثيرة تحيي الضمير وتبين للإنسان أنه مراقب وأن الرقابة الإلهية أهم من الرقابة البشرية والإنسانية وأن الله معنا في كل حال وفي كل قول وفي كل عمل قال الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس عن أناس يخافون من الناس لكنهم لا يخافون من الله قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله جل وعلا أيها الأخيار يعلم كل شيء يعلم خائنة الأعين الالتفات فقط وما تخفي الصدور نعم يعلم السر وأخفى قال الله جل وعلا عن الذين يبرمون ويخططون ضد الإسلام والمسلمين وضد الدعاء وضد الأخيار قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يعني هم يحسبون أننا لا نعلم ذلك السر الذي فعلوه ولا يعلمون ذلك التخطيط الذي يخططه فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله ولهذا أيها الأحبة لابد أن نحي الضمير في قلوبنا كما أحياه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة فراقبوا الله جل وعلا مراقبة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الله في الأشياء البسيطة تخيل يوم من الأيام يجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فيرفعها وهو محتاج لأكلها جوعان لكني قال أخاف أن تكون من تمرة الصدقة وجد الحسن يوم من الأيام وقد أكل تمرة فعرف النبي أنها من تمرة الصدقة فقال له كخ كخ وهي كلمة تقال للصبي يعني أترك حتى ترك وأبين له النبي أن هذا من تمرة الصدقة اليوم أناس لا يبالون بأموال الناس لا يبالون بالمال العام لا يبالون بالحقوق العامة عندما يغيب الضمير تجد كثير من الناس لا يتورع عن شيء أبدا من الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى تعالوا إلى هذه القصة أيها الأحبة التي تبين كيف كان السلف الصالح عندهم جانب المراقبة وكيف كانوا يراقبون الله تبارك وتعالى أكثر من مراقبة البشر أبو عبد الله بن المبارك وهو من السلف الصالح كان حارس في مزرعة من المزارع وجاء صاحب المزرعة يوم من الأيام فقال له اعطيني رمان ومعه ضيوف اعطيني رمان من الحلو فذهب فأعطاه لكنه ليس حلو ثم قال اعطيني من الحلو هذا ليس حلو ثم ذهب وأعطاه في الثالثة المرة قال له ألا تعرف الحلو من الحامض قال وما أدراني والله لم أكل منه طوال فترة حراستي وله يحرس سنوات في المزرعة لم يذق منها رمانة فسأل العمال الذين على المزرعة فقال هل صحيح لم يأكل منها شيء قال نعم قالوا نعم لم يأكل من المزرعة منذ أن حرسها فقال له لماذا قال لأنك لم تأذن لي شوف الرقابة لله تبارك وتعالى والضمير الحي عندما يكون موجود انظر ماذا قال له قال له تعالى إلي لدي ابنه وأريد أن أعرض عليك هذه الابنة ابنتي فمن ترى نزوجها يعني عادو زيدي استشيرة من ترى نزوجها قال له كلمات المفروض تكون قانون عند الآباء قال له اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للحسب والمسلمون يزوجون للتقوى أي لخلق التقوى إن أكرامكم عند الله أتقاكم فمن أي الأصناف أنت اختار قال إذن أنا مسلم سأختار التقوى ولا يوجد أتقى منك ثم زوجه بابنته وأصبح ذلك البستان بستانه وأعطاه البستان وأعطاه خيرا كثيرا انظر يا إخواني عندما يراقب المسلم ربه في السغائر يعطيه الله تبارك وتعالى خيرا ما أحسن الرقابة في العمال في محلاتهم الرقابة من الوقوع في الحرام من الوقوع في المعاصي والسيئات وخصوصا معاصي الخلوات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما من الأيام يمشي في بعض الشعاب وكان هناك راع يرعى فأراد أن يسأله سؤال ينظر مدى الرقابة عنده قال بعني شاب قال ليست ملقي إنما هي ملك صاحبها قال قل له أكلها الذئب قال فأين الله أين الله نعم أين الله كان شاب من الشباب مسرف على نفسه بالمعاصي فجاء إلى شيخ من المشايخ فقال أنا كلما ابتعدت عن الذنب عدت إلى الذنب فأريد أن ترشدني إلى نصيحة تنفعنه قال كرر دائما إن الله ناظر إلي إن الله مطلع عليه إن الله ناظر إلي إن الله مطلع عليه قال فكررتها مرات فوالله إنها أعانتني كلما تراودني نفسي على فعل ذلك الذنب قلت تلك الكلمات وردتها في نفسي إن الله ناظر إلي إن الله مطلع عليه وهكذا أيها الأحبة من راقب الله في خواطره عصمه الله جل وعلا في جوارحه انظروا ليوسف الكريم بن الكريم يوسف النبي المبارك عندما راقب الله جل وعلا المرأة تهيئت وهي من ربت البيت وهي من هي التي تملكه سيدته وغلقت الأبواب قيل 11 باب وتهيئت له لا يوجد ما يخيف ولا يوجد ما يزعج وقالت له هيت لك أي تهيئت لك وأمرته بالأمر وإذا لم يفعل سيسجن ومع ذلك راقب الله تبارك وتعالى وقال إني أخاف الله ولهذا جعل الله جل وعلا من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال دعته نعم هي التي دعته فقال إني أخاف الله الله أكبر ما أحلى هذه الكلمة إني أخاف الله رب العالمين إن ربي أحسن مثواي قال يوسف عليه السلام إن ربي أحسن مثواي يعني ليس هذا من الشكر لله تبارك وتعالى ولهذا نحن بحاجة إلى الرقابة أيها الأحباب في كل شيء نحتاج في أعمالنا في وظائفنا في المال العام والتساهل فيه بعض الناس يتساهل في المال العام كثيرا أو يقول أنا موظف وما يهم لا يجوز لأن هذا ليس من الدين أمرنا الإسلام أن نراقب الله بعض الناس يراقب في المكان الذي فيه مراقبة كاميرات مراقبة يراقب لأنه خائف تصورها الكاميرا وهو متلبس بسرقة أو بمال حرام لكن المؤمن يراقب الله تبارك وتعالى كان أحد المشائخ المدرسين معه طلاب وكان معه طالب صغير ذلك الطالب الصغير الذي كان معه يعني كان يحبه حب شديد ويكرمه أكثر من غيره فقالوا لماذا تحب هذا الحب وتكرمه أكثر منا فأراد أن يبين لهم ما هو السبب الذي جعله يتميز فأعطاهم اختبار هذا الاختبار قال كل واحد منكم يأخذ هذا الطائر سلم لكل واحد منهم طائر وقال ليذهب كل منكم بطائره ويذبح في مكان لا يراه فيه أحد فذهبوا جميعا كل واحد بحث عن مكان لا يراه فيه أحد وذبحه رد إلا هذا الصبي أعاده وهو في يده قال لماذا لم تذبح كما ذبح زملاءك قال لأني بحثت في كل مكان فلم أجد مكان إلا والله فيه ناظر إلي ومطلع علي ويراني في كل مكان فلم أجد مكان لا يراني فيه أحد فقال لهم ذلك الشيخ هل علمتم لماذا نكرم هذا الولد معناه أنه يراقب الله وعنده ضمير حي يا إخواني إذا ما راقبنا الله علينا شهود كثيرة من الشهود الذين سيشهدون بين يدي رب العالمين أولا الأرض ستشهد يومئذ تحدث أخبارها ستشهد بما عملت بما فعلت بما نظرت بما وقعت فيه ستشهد لا يمكن أن تتعرب الله جل وعلا ينظر إليك ويراك في كل سكنة وكان الله عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم الله تبارك وتعالى ولهذا جعل النبي درجة الإحسان أعلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إنها قمة المراقبة أيضا الملائكة شهود ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أيضا من الشهود الذين سيشهدون عليك الجوارح ستشهد جسدك سيشهد فرجك سيشهد عينك ستشهد جسدك سيشهد يدك التي بطشت أو أخذت الحرام أو تساهلت في الحرام ستشهد قال الله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين والعياذ بالله كانوا يظنون أن الله لا يطلع عليهم الله لا تخفى عليه خافية الله يرانا في كل مكان الله تبارك وتعالى يراك في كل مكان وفي كل لحظة إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب أبدا لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء قصة لامرأة بائعة اللبن أيام عمر بن الخطاب أمر عمر بن الخطاب أن لا يخلط اللبن بالماء وهذا كان من ورعه رضي الله عنه وأرضاه فامرأة أرادت أن تخلط اللبن بالماء فقالت لها ابنتها يا أماه لقد نهانا أمير المؤمنين أن نخلط اللبن بالماء قبل بيعه لأنه يزوده فقالت يا ابني أين عمر الآن عمر في بيته فقالت تلك البنت التي تحمل ضمير حي إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا الله أكبر إنه الضمير الحي أيها الأحباب به نحيا وبه حياتنا تسعد وبه يكون المجتمع قوي وبه يكون المجتمع فيه رقابة قبل أن نراقب الناس ما نحتاج لكثير من القوانين ولا نحتاج لكثير من الكاميرات إذا وجد الضمير ولهذا وصية الأخيرة أيها الأحبة قبل أن تبحث عن كاميرات لمحلك اختر لك العمال الذين عندهم ضمير ويراقبون الله قبل أن توظف إنسان في وظيفة ابحث عن الرجل الذي يخاف الله تبارك وتعالى ولده بدل أن تبقى تراقبه وتحاسبه اغرس في قلبه الضمير الحي المراقبة لله تبارك وتعالى ستجده عند ذلك قوي لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا من المراقبين له وأن يقوي ضمائرنا الحي وأن يحييها وأن يصلح حالنا إنه لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين أساس الحياة حياة القلوب حياة القلوب تنير الدروب حلقات وقفات نبضات لتداوي القلب المكروب أفئدة تصحو تتسامى لتعيش اللمل المطلوب وفوادًا مات بلا نبض تخشاه هموم وذنوب للجسد ضمير متصل لو صلح القلب المندوب وستنبض كل جوارحنا ولتدعو المولى لتتوب حياة القلوب حياة القلوب حياة القلوب ترجمة نانسي قنقر